الموسم اللي جاي ده وانا هنا بتكلم على موسم انه امبي عايز يرجع امبي اكيد اكيد دي رغبتكو صح ومش فا ويرجع امبي دي عشان افكر الناس بس امبي التاريخ امبي المنافس امبي اللي بيلعب على كل البطولات امبي الفريق القوي اللي بيخوف امبي اتنين كاس مصر اتنين كاس مصر فانت بتتكلم على امبي الفريق اللي ولده كبيرا زي ما بيقوله يعني اول ما صعد ليه الدولي الممتاز هل امبي عشان يرجع الموسم اللي جاي محتاج يحافظ على لعبته محتاج يضم لعبين جدد محتاج يعمل ايه يعني انتو فكرتكم للموسم الجاي ايه مبدئيا نمرة واحد احنا مش هنبيه حد شفت انا سألتك ازاي بالطريقة دي عارف ليه عشان انا بسمع الجملة دي دايما لا 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 يعني انا بسمع الجملة دي دايما فيواخي الموسم يقولك احنا مش هنبيه حد وانحافظ وفي الاخر بيتباع لا احنا عشان كده المرة دي الموضوع فعلا هي فكرة قلتلكم مشروع احنا بس ممكن الحاجة اللي ممكن اعتقد المجلس بيقررها او واخد موافقة بها ان لو جي احتراف خارجي للاعيب من عندنا الوعيدين دي الحالة الوحيدة اللي احنا وهنطلعه عشان برضو يبقى مكسب للنادي انما في النهاية احنا هنا في مصر ما اعتقدش ان احنا نفرد في اي لعيب للدور المصر ده احنا كل الموسم اللي جاي تحديدا الموسم اللي جاي تحديدا تحديدا ليه يا كريم لو ان احنا ما عملناش كده هنفضل نعاني طبعا طول الوقت من اللي احنا فيه صح فاحنا عايزين نرجع تاني على الاقل للناس تفتكر انبي ان هو من الفرق اي فرق هتيجي تلعبها لازم يبقى عمل حسابه وهو بشدة فالسنة اللي جاي محتاجين ان احنا فعلا نسبة شوية نعمل هولد شوية موضوع البيع والشيرة ده وإحنا الحمد لله عندنا اقطاع يعني الحمد لله يعني طول الوقت بيفرز لنا لعيبة والنجوم وهيصير برضو القرى المصرية للفترة اللي جاي اعتقد فيه كم اسم كده بتادوا يسمعوا يلمعوا دلوقت في الفرق عندنا من الاسماء اللي بتلمع ده احنا حتى هنا كل يوم يقولك الاهل عايزوا والزمالك عايزوا الاهل عايزوا ده على طول النجمة دي محمد حمدي طبعا